السلام عليكم ورحمة الله كبير نبس عليكم كتمنى تكون اموركم بخير على خير محبب بكم اليوم معي فيديو جديد محبب اي مشاركة تخلي جديد عندي محبب بكم كامل يا بسم الله تكونوا بخير على خير اليوم فى الفيديو هذا كتكون لي سعاد شركة معنا عفل حيشة لي استعتقروا الجبل وعطينا النصائح وعطينا النوع ديال الشبل الذي سأخدمه به اليوم اجتلكم فيديو كامل يكمن في الطريقة وفي ثمن ديالبيع وفي نوع ديال الجبل الذي ستخدمه به حتى يتقامل لكم اقتصادي كيف سأخبركم دائما وصفات سأخبرها لكم مئة فى المئة من القلب ونشكركم بزد ومساجاتي لكم ومساجاتي لكم لا نطور شعر لكم كتمنى على الفيديو نهي الاعجاب لكم ولا اعجابكم لا تنسوا لكم لايب واتبارتاجهم على العائلة مع الاصدقاء ومرحبا بكم معكم اول حاجة سميدة هنا انا مستعملة سميدة صفرة اللي بغايت تقام على الاقتصادية يستعمل سميدة البيضة مع السميدة صفرة رقيقة من طبيعة الحال عندي تماما 24 جرام خميرة الحالوية حيث عندي جوج كيلو سميدة رقيقة وعندي القليل من الملح واللي بغايت دير انا غايت دير صندوق الوصف اللي بغايت دير غايت دير سميدة معلقة كبيرة ونصف السكر الخشين لا يعجبني لأن الحرشة تكون مالحة لا تكون حلوة لا تكتروا سكر ومصف سكر يحتاجها شيشة لا من بعد هذه الحرشة لا تتبقى لديك لا تتبقى لديك لا تتبقى لديك ضغيقة لا تتبقى لديك كيف يمكنك الموقت يعني كتافيه ونصف احتاجه كبيرة لا تزيد سميدة كاملة وخميرة وعندي وحلوية وزيت الزيتون بعد الكس الأول سميدة ونزيد نصف كس ثاني كأس ونصف من الزيت اي نوع الزيت سنبس الحرشة تلبس بالزيت الذي يريد يريد الزبدة تجير رائعة يدوب مثلا الزبدة ونصف ونصف ندوز الزيت أفضل الزيت ونضع الكمية ونخلي حرشة نرى الزيت ونقص الكمية نقص الزيت 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 ونضع علي الخميرة بالخبز خبز سوف نستعمل خميرة بعجونة لان الحال شوية برد دور الخميرة في الحرشة الصغار تجيبهم رائعين بالساف يعني تجيبهم فتيين و في نفس الوقت مقرمشين و تزيدهم شوية في الحجم هذا هو الدور ديال الخميرة انها تزيدهم شوية في الحجم شتوني قدرت واحد الحفيرة في اللون نتضيف حفيرة و نكبه في الخميرة المدافي و ندوب الخميرة ديالنا مزيان في داك المدافي سوف نخلطوها في الحرشة باش هكا ما تبقى لنا الخميرة هكا في الحرشة في السميدة باش من يجيون نعطوها نقدرون نعطوش حطف الخميرة لما دوبنا هاش لبغي يدير خميرة حبوب يدير خميرة حبوب مهم هنا ينتو باشتوه أنا استعملت هنايا المدافي ضروري استعملوا المدافي لان جو عندنا بارد يجب أن تساعدكم الحرشة لتطلع ضغية و تستطيع التقصى لذلك الحرشة الصغيرة يريدون خميرة يجب أن تشقق الحرشة من الجناب و تستطيع التقصى يجب أن تكون مرخوفة و تستطيع التقصى و تستطيع التقصى و تستطيع التقصى يجب أن تتخمر يجب أن تكون جبن يجب أن تكون جبن رائع و جودة عالية و تستطيع التقصى دائرة 50 درهم الكيلو يستطيع التقصى يمكنك استعماله في اي نوع من المملاحات يمكنك استخدام العبار القيس يمكنك استخدام الجبن يمكنك استخدام الجبن يمكنك استخدام الجبن يمكنك استخدام الجبن هذا الزرق يمكنك استخدام الجبن يمكنك استخدام الجبن يمكنك استخدام الجبن يمكنك استخدام الجبن ولكننا إضافة والمميش يمكنك استخدام الجبن سوفقى المشارة اخذت 20 درهم من الجبن سوف نأخذ الحرشة نأخذ حرشة 85 قرام نأخذ حرشة 80 قرام نأخذ حرشة نأخذ حرشة نأخذ حرشة نأخذ حرشة نأخذ حرشة نحن نقص نقص الزعتر ونأخذ حرشة الزعتر نقص والخميرة نأخذ حرشة ستستعمل 7 سم ستستعمل حرشة نأخذ حرشة ونقص نقص حسن نقص سم نقص 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 خط نقص نقص يجب ان تكون برده و ضروري فى الحرشة تكون برده و ضروري فى الحرشة وتضغطي طيب و ضروري نضغط على حرشات الناس نضغط عليها ثانية نضغط عليها اضعها في المنديل يحاول المنديل يجعلها تبقى لكم مقرمشة يجعل هذه المنديل يجعل المنديل يجعل الأمام يجعل المنديل حياتك يجعل قدامهم سوف نكمل طياب كل شيء نشاء الله نتيجة نهائية تبارك الله الحرائشة كيف يدهبون سكار نصف جوش كيلو سميدة و بالنسبة لثمان البيع سوف يدهبون ثمان البيع لا يوجد الكرة المحل ستبيعون بثلاثة درهم و نصف السميدة ستبيعون بثلاثة درهم فلنسلة سميدة و نشرح داروا بثلاثة درهم نجد الكليين و مباشرة سيتم تنظيف بثلاثة درهم يمكنك إستخدام سلعة لنقيام ديروا منها كميات كبيرة و تصخنوا في الفرنكة جيدة تتمنى فيديونا لإعجاب لكم السلام عليكم